اهلا بكم ومرحبا مشاهدين الكرام إلى فقرة وجها لوجها وفيها نتوقف عند قرار نيابة العامة الموريطانية منع رئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من التحرك خارج ولاية نواكشوت الغربية واتهامه بتأخير إتمام إجراءات البحث برفضه التعاون وتسريع الإجراءات مع ضيفي مشاهدين الكرام عبر القمار الصناعية من وكشوت السيد يربى أحمد صالح عضو فريق الدفاع عن الدولة الموريطانية أستاذ يربى أحمد صالح أهلا بك ومرحبا شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة أستاذ يربى تستمع إلي يبدو أنه يستمع إلينا ولكن أنا لا أستمع إليها أرجو من الغرفة التقنية إصلاح الإشكال أستاذ يربى أحمد صالح تستمع إليه الآن لو سمحت أنا أستمع إليكم جيد طيب وأنا أشكرك جزيلا شكر ربما ثم تخلل حتى في الاتصال عبر الأقمار الصناعية سأطلب من زملائي في الغرفة التقنية كان بالإمكان أن يضعوك أيضا على الهاتف إذا ما انقطع الصوت خلال هذا الربط عبر الأقمار الصناعية معك ورحب أنا وأنت أيضا بضيفي في الجانب المقابل دائما من وكشوت الشيخ سيدي محمد المحامي وعضو هيئة دفاعنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الشيخ سيدي محمد أهلا بك أستاذ وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة أهلا وسهلا شكرا أخي الكريم مرحبا وتحية أيضا لضيفك الكريم الأستاذ يربى أحمد صالح العميد الأستاذ يربى أحمد صالح طيب طيب سيادة العميد يربى أحمد صالح سأعطيك إن سمحت لي الكلمة أولا لأنني أخشى أن يقطع التواصل حتى أفيك حقك معنا أنا أود أن أسأل أولا على قرار منع رئيس الموريتاني السابق من التحرك خارجا وكشوت الغربية قرار رفضه الدفاع عن الرئيس السابق أعتبره تعسفيا لا سند قانونيا له ما تعليقك أنت أستاذ يربى أحمد صالح على هذا القرار عضو فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية بوصفها طرفا مدنيا تفضل أعتقد أن هذا القرار تسأل عنه النيابة العامة أولا نحن لسنا من تخذ هذا القرار وليس لنا مبادرة في اتخاذه إلا أنه من المعروف من مظور القانوني أن شخصا ما أيا كان مستبها به وهو موضع تحقيق تمهيدي للنيابة العامة أن تقيد حرياته في حدود معينة حتى يتم التحقيق وتصرف في الملف وتصرف المناسب طيب جيد جدا أذهب إلى ضيفي الأستاذ شيخ سيدي محمد المحمد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كثيرون يقولون أن هذا القرار الحد من التحرك خرجا وكشوت الغربية لا يستدعي كل ردود الفعل هذه وهذا قرار كما يقول لك ضيفي في الجنب المقابل العميد يربى أحمد صالح أنه قانوني والمسترى منشورة والنيابة العامة تحقق ولها الصلاحيات في اتخاذ مثل هذا القرار تفضل أستاذ الشيخ سيدي محمد شكرا جزيلا مرحبا أعتقد أن قرار تقييد تنقل الرئيس السابق محمد العبد العزيز من التنقل طبقا لأمر وكلي الجمهورية أعتقد أنه جزء من كل يتعلق بمتابعة الرئيس السابق بمزاعم أفعال وردت في تقرير اللجنة البرلمانية أنها وقعت أثناء ممارسة سلطاته وطبعا من المعروف أن المادة 93 من الدستور الموليتاني أنها تمنع بشكل مطلق متابعة رئيس الجمهورية على أساس الأفعال التي تمت أثناء ممارسة سلطاته شيخ سيدي محمد أنا أعدك عفوا أستاذ لا عفوا أستاذ أنا أترحت عليك سؤالا أستاذ عفوا سنعود إلى هذه المصطرة وتحفظاتك عليها وسأعطيك كل الوقت لتتحدث في هذا الأمر لدينا هذا سيكون في الجزء لاحقا ولكن أنا سؤالي الآن تقييد حركة الرئيس السابق تعليقك عليه هل يستحق ما وصفه البعض بكل هذه الضوضاء سعود إليك أعطيك الكلمة فيما ذهبت إليه تفضل أستاذ نعم والذين ينظرون إلى أن حرية التنقل حرية مكرسة دستوريا استرسل أستاذ استرسل أنا معك بالنسبة بالنسبة لحرية التنقل هذه من أهم الحقوق التي تنظمها القوانين الدولية وينظمها الدستور فهي منظمة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية وهي منظمة أيضا بموجب الدستور الموريتاني بموجب المادة الثلاثة عشر وهي من الحقوق الأساسية التي يضمنها الشعب الموريتاني من خلال الدستور الموريتاني وبالتالي فإن أي تقييد لهذه الحرية خارج حدود القانون يعتبر عملا تعسفيا وانتهاكا لحق أساسي من الحقوق التي تضمنها القوانين في إطار المتابعات وهي تستحق كل هذه التدخلات ثانيا هي جزء من كل كما قلت وما دامت المتابعة في الأساس غير ممكنة من الناحية الدستورية فإن كل الإجراءات المتعلقة بهذا الشيخ سيدي محمد يبدو أنك لا تستمع إليه دائما ثم تخلل سعود إليك خلال لحظات لأنك لا تستمع إليه ثم تخلل وأعتذر لديك ولدى مشاهدين كرام أعود إلى ضيفي سيد يربى أحمد صالح فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية بوصفها طرفا مدنيا أستاذ ضيفي يصف هذا الأمر بأنه تعسفي وهنا أتحدث عن تقييد الحركة ويقول لك حرية النقل التنقل عفوا يكفلها الدستوري يكفلها القانون لإضافة إلى ذلك دفاع رئيس السابق يحتج ربما يرى في الأمر عمل مسيس يقول إن ما تنبئ به تصرفات ومعارسات الأشهر والأيام الأخيرة مع كامل الأسف والكلام دائما ليدفاع عن الرئيس السابق هو أسلوب ممنهج قديم قيامه نمط مبتكر من اللغة الخشبية أقوال جميلة تنقضها أفعال خشناء هل الأمر كذلك من وجهة نظرك وكيف ترد على الأستاذ الشيخ سيدي محمد زميل العزيز تفضل وذكر بأن المبدأ هو الحرية وعنى شاطره هذا الجزء من قوله وزاد بأن الحرية لا تقيد إلا بموجب القانون وفعلا القانون في هذه المناثبات قيد الحرية مع أننا كفريق دفاع نمثل الدولة كطره مدني لسنا مؤهدين للردود على هذه التساؤلات التي طرحها لكن من الواضح أن النيابة العامة لها أن تقيد حرية من هو قيد التحقيق أمامها أما ما يخص الدستور والمادى 93 منه وما إلى ذلك فأريد في هذا المقام أن أذكر بعض المسلمات والمعطيات أولها أن مكابحة الفساد ليست مسألة غرفية أو وقتية فسنة تصريح أو استراتيجية وطنية لمكابحة الفساد سنة 2010 ثم بعد ذلك صدر قانون ثم بعد ذلك أسمحوا لي من بعد ذلك صدر قانون توجيه لمكابحة الفساد ثم بعد ذلك القانون سيدير أحمد صالح عذرني ولكن لسنا ربما في صلب الموضوع سنعود إليه سمحت لي لاحقا ولكن أود أن أحيل إلى ضيفي في الجانب المقابل وأرجو أن نكون قد ربطنا الاتصال أنا أمر إليكم أنا سأعود إليك سأعود إليك وفيك حقك في هذه النقطة تحديدا وفي ضيفي أيضا حقه في تحفظاته على الاتهامات وعلى المسطر القضائي بشكل عام ولكن أعود إلى ضيفي الشيخ سيدي محمد المحامي أذكر بأنك عضو هيئة الدفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يعني تقييد مسألة الحرية وحرية التنقل أمر فيه نظر يقول حتى خبراء القانون بالإضافة إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارها هذا بعدما تم تأكيد أن الرئيس السابق قد خرق فعلا حرية أو قيود التنقل التي فرضت عليه في الآونة الأخيرة لذلك تعتبر النيابة العامة أن هذا الإجراء إجراء احترازي لأكثر ولا أقل هو ليس إجراء تعسفيا أو عقابيا ولكنه احترازي لأكثر ولا أقل ولا يسأل وفق القانون وتسأل النيابة العامة عن انتخاذ هذا القرار طالما أنه يدخل في إطار القانون أستاذ الشيخ سيدي محمد لك الكلمة أردك على ذلك لو سمحت أعتقد أن الموضوع يتطلب النظر في نقطتين أساسيتين النقطة الأولى أن موكلنا الرئيس السابق محمد العبد العزيز لم يبلغ ولم يعلم أبدا بوجود أمر من وكيل الجمهورية يمنعه من التنقل خارج مدينة نواكشوط أو ولاية نواكشوط الغربية أول مرة يعلم بهذا عن طريق الإعلام إذن لا وجود لإبلاغ موكلنا بمنعه من السفر النقطة الثانية أنه حتى على افتراض تعاطينا مع المسطرة بشكل عادي أن المسألة يمكن أن ينظر فيها القضاء العادي فهناك ملاحظتين أساسيتين أولا أن المادة الربعين التي تعطي لوكيل الجمهورية حق تجديد منع من التنقل هي تتيح له المنع من التنقل خارج حدود محكمته هنا يجب الفصل بين محكمة ولاية الوكيل الجمهورية عندما يتصرف فيما يتعلق بجرائم الحق العام وهي محكمة ولاية نواكشوط الغربية ومحكمة ولايته عندما يتصرف في تهم الفساد طبقا للقانون المتعلق بمكافحة الفساد والتي تعطي الإختصاص التراب الوطني جميعا لقطب مكافحة الفساد بالتالي المنع من التنقل هنا يجب أن يمنعه من التنقل خارج حدود التراب الوطني لأن محكمة ولايته تمتد على جميع التراب الوطني هذه النقطة ثانيا أنه لا يمكن أيضا موكلنا تمسك بقاعدة قانونية بحق قانوني حق الصمت المتأتي من عدم اعترافه بهذه المسطرة وهو حق قانوني صرف لا يمكن أن يتهم أو يسأل من تمسك بحقه القانوني بأنه أثر على التحقيق طيب وأشكرك أنك أثرت هذه النقطة أستاذ الشيخ سيدي محمد حتى أحيل سؤال لضيفي العميد يرب أحمد صالح وذف فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية استمعت سيدي الكريم لحجج ضيفي في الجانب المقابل من واكشوت لماذا قانونيا يتم رفض من قبل دفاعنا الرئيس السابق هذا الحد من تحركات الرئيس السابق وربما تحدث عن حق الصمت الذي انتهجه الرئيس السابق خلال هذا التحقيق البعض يرى ربما وكأنه فم نوع من العقاب له على صمته خاصة وأن نياب العامة تتهم الرئيس السابق بتأخير تمام إجراءات البحث برفضها التعاون وتسريع الإجراءات تعليقك على هذا الأمر لو سمحت أستاذ يرباء أحمد صالح أولا أنا أولا أريد أن أذكر بأن بقاء شخص خالج مخافر الشرطة وهو مشتبه فيه في حد ذاته امتياز يمنح له لأن المألوفة والمتبعة هو أن يبقى الشخص الذي هو قيد الحراسة النظرية داخل مخافر الشرطة وتحت نظرها كما تقول أقول مصطلح القانوني تحت الحراسة النظرية أما أن يكون أما أن القول بأن دائرة الاختصاصية دائرة الوطنية ككل أو التراب البطني ككل وأنه يستطيع أن يتنقل خارج دائرة الموكشوط الغربية إلى كل دوائر الوطنية فهذا قول بيّن التكلف في نظري لأن المصطل على وشك الانتهاء وهو يجب أن يبقى تحت تصرف النيابة حتى تتم المسألة والمتابعة وحينها يبدي كل طرف ما يراه من حجج في وجه الاتهام إن كان من اتهام حينها طيب أعود إليك أستاذ الشيخ سيد محمد المحامي أعود إلى دفاعنا رئيس السابق محمد ولد العبد العزيز يعني الكثيرون يعيبون على الرئيس السابق أنه ينتهج سياسة الصمت إذا هذه التحقيقات والبعض حتى ذهب إلى القول أنه ليس فيه حتى احترام لمؤسسات الدولة الموريطانية وهو كان رجل ذولة في مرحلة ما كان يقود هذه البلاد كان عليها أن يظهر ربما تعاون أكبر من أجل إظهار الحقيقة في هذه التهم الموجهة إليه وأنا أطرح عليك هذا السؤال حتى أفيك حقك وتحدثني على ما كنت ستذهب إليه منذ لحظات من تحفظات بشأن هذه المسترة وكنت تحدثني عن مادة 93 من الدستور ومواد أخرى قد تحصر ربما وظيفة البرلمان في مسألة رقابة الحكومة الأكثر تفضل لو سمحت ولا كانت أعقب أيضا على ضيفي العميد يربا أحمد صالح شكرا أخي الكريم بما يتعلق بما أذره العميد الأستاذ يربا حول وجود موكلنا خارج مخافر الشرطة إنما هو دليل على ضعف أدلة الاجتباه الموجه إليه ذلك أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تتيح لضبطية القضائية تحتفظ بالمشتبه بهم عندما تتوافر أدلة قوية وقوية على القيام بالأفعال المنسوبة للمشتبه إليهم إذن وجود موكلنا خارج دائرة دوايا المخافر الشرطة دليل على ضعف الأدلة وانعدام الأساس لهذه المتابعة فيما يتعلق بأن الحديث عن محكمة الفساد لها اختصاص وطني على جميع التراب الوطني فيه نوع من التكلف أعتقد أن المسألة تتعلق بنص قانوني صريح المادة 33 من قانون مكافحة الفساد الذي حدد مجال الاختصاص الترابي للمحكمة الخاصة بمكافحة الفساد وعلى ذلك الأساس حدد أيضا الاختصاص الترابي لقطب النيابة العامة المكلف بمكافحة الفساد أن دائرة الترابية لهذه الجهتين هي دائرة وطنية وبالتالي فإنهم يتصرف جميع الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد ممركزة على مستوى ولاية نواكشوط الغربية هل يبرر هذا الصمت؟ مسألة واضحة وصريحة وهي مسألة قانونية بالنسبة لنا لا يحق لوكيل الجمهورية على هذا الأساس أن يمنع موكلنا من التحرك خارج دائرة ولاية نواكشوط الغربية وهل يبرر عدم تعاونه بالنظر لتحفظاتك على هذه المسطرة حتى تذهب إلى هذا السياق الذي كنت تريد الخوضة فيها أستاذ الشيخ سيدي محمد باختصار لا أعتقد أنه من التكلف أن نتحدث عن عندما يتمسك شخص معين بمقتضى دستوري أن نصفه بعدم التعاون ويتمسك بحقه الدستوري وهذا النص دستوري واضح واضح في اللفظ واضح وقاطع في الدلالة المادة 93 واضحة في عدم إمكانية مسائلة رئيس الجمهورية وعدم متابعته عن أفعاله أثناء قيامه بهذه الواجبات وطبعا خلفية هذه المادة خلفية هذه المادة أكمل فكرتك لو سمحت وسأختم مع ذيكي في الجربة المقبلة أنا رئيس الجمهورية منصب حساس ويمسك بمفاصل الدولة على فترة زمنية معينة ويحتفظ بأسرارها ووحام سيادة الوطنية وله من الاختصاص والصلاحيات ما يمنحه مجموعة من المزايا بعد خروجه عن السلطة من هذه المزايا مزايا مادية ومعنوية استفادة منها جميع الرؤساء ومنها مزايا قانونية تتعلق بالحصانة المتابعة طيب يبدو أنك لا تستمع إليه ثم تخلل مجددا طيب أنا أشكرك جزيلا شكر الأستاذ الشيخ سيدي محمد أعود إليك وكلمة الختام لك العميد يربى أحمد صالح وضف فريق الدفاع عن الدولة الموريطانية بوصفها طرفا مدنيا تحفظات على هذه المصطرة من القضائية من أصلها وتحفظات حتى وفق سند قانون يقول لك ضيفي على الحد من حرية التنقل الرئيس سأسابق كلمة الختام لك لو سمحت أستاذ يربى أحمد صالح شكرا أريد أولا أن ننبه إلى أن التحقيق القضائية والتمهيدية يجري لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وهي إدارة من إدارة الأمن الوطني المتواجدة بالموكشور وأريد أن ننبه أيضا إلى أن النيابة فيما يخص محكمة الفساد وهي بنصوص رسمية نيابة محكمة المكشورة الغربية والمعقول هو أن يبقى المشتبه فيه أو أي مشتبه فيه خاضع للتحقيق أمام هذه المصطرة في دائرة اقتصاص المحكمة التي هي المسرفة المباشرة عن متابعة هذا النوع من الجرائم أما السكوت أو غير السكوت فهذا أسلوب في الدفاع معين له أن يختار أسلوب دفاعه مع ما بينت من تحفظات حول هذه المسألة إلا أنني أرى من اللازم أن ننبه هيئتك من وقرها أسمح لي إلى أن النص المحتج به يجب أن يكون هذا الاحتجاج به في مرحلة لاحقة لا في هذه المرحلة وهذا النص لا يعطي إطلاقا لا يجعل رئيس الجمهورية السابق في منع المسألة لأن من لا يسأل هو حاش الله وحده والذي لا يسأل عن ما يفعله أما رئيس الجمهورية وغيره فهو مسؤول عن أفعاله وتصرفته وهذا هو الأصل والمبدأ القانوني أشكرا خصوصا أن موليتانيا أن موليتانيا يسمح لي أن موليتانيا صادقة في الاتفاقية دولية لمكابحة الفساد ولها سياسة رسمتها سنة 2010 لمكابحة الفساد ولها قانون يكافح الفساد ولها التزامات دولية لمكابحة الفساد وبالتالي لا دلالة ولا معنى لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية السياسية أن يقول الشخصي أنا فعتم بها معك لا تسألوا لي إنتهى الوقت السيد الشيخ سيدي محمد في أقل من عشر ثواني الشيخ سيدي محمد في أقل من عشر ثواني أن الوقت دهمنا أعتقد أنه لا يمكن أن نبحث عن مبادئ قانونية واستنتاجات وتفسيرات وفي نفس الوقت نحن لدينا نص قانوني صريح لا مكانة لا طريق ولا سبيل لتفسير أو التأويل هناك فقط حاجة لتطبيق المادة للتسعين هناك حاجة فقط لتطبيق المادة للتسعين وعيدكم بتوجيه الدعوة لكم مجددا انتهى الوقت أشكركم جزيلا شكروا عيدكم بتوجيه الدعوة لكم ومجددا الحديث في هذا الموضوع تحديدا كل شكر العميد ياربا أحمد صالح وضو فريق الدفاع عن الدورة الموريتانية بوصفها طرفا مدنيا متحدثا من وكشوت وكل شكر جزيلا لك أيضا الأستاذ الشيخ سيدي محمد المحامي وعضو هيئة دفاع عن الرئيس السابق محمد ويلد عبد العزيز كنتم معنا في فقرة وجها لوجها ترجمة نانسي قنقر